خليني في البداية أسألك عن رؤيتك لأهمية حضور الرئيس السلسي في استفاف تفتيش الفرقة المدرعة في الجيش الثاني الميداني بالإسمالية في الحقيقة إن طبعاً هذا الاستفاف المهيب الذي شهدناه بالأمس للفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني استفاف بيؤكد أن الدولة المصرية لديها القدرة ولديها قوة الرضع ولديها أيضاً الرجد وفي الحقيقة هذه رسائل مهمة لدولة اختارت السلام كخيار استراتيجي وهذه أيضاً الرسائل التي تضحت في حديث السيد الرئيس سابد الفتاح السيسي بالأمس وبالمناسبة تضحت أيضاً خلال العشرة أيام الماضية يعني في أكديمية الشرطة في الأكديمية العسكرية في الاستفاف الخاص بالفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالأمس كان هناك حرص من القيادة السياسية المصرية على التأكيد على بعض النقاط الغاية في الأهمية أولاً فيما يتعلق بقوة وقدرة الدولة والإرادة الوطنية المصرية وهذه كانت رسائل مهمة وحاضرة وأن الإرادة المصرية قادرة على مجابهة كافة التحديات هذا لا يعني أن الدولة المصرية دولة مندفعة أو دولة تحتدي على الآخر أو دولة تتدخل في شؤون الآخرين أو لديها أجندات خفية كما تحدث السيد الرئيس بالعكس على الإطلاق دولة رشيدة لديها الحكمة لديها من الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقوة أيضاً الراضعة لتحافظ على السلام الذي اختارته منذ 51 عام وقادرة أيضاً على الحفاظ عليه وسط هذا العراك الإقليم يعني وسط هذه الفوضى الإقليمية الدولة المصرية قادرة على أن تصوم مقدراتها ولهذا تحدث السيد الرئيس بالأمس عن المهمة الرئاسية للقوات المسلحة المصرية الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية الحدود المصرية وبالتالي الدولة المصرية قادرة على الحفاظ على خيارها المتعلق بالسلام وبالتالي هذه الرسائل كانت حاضرة خلال العشرة أيام الماضية وهي طبعاً موجودة طوال الوقت في حديث الكادة السياسية المصرية وفي حديث الدولة المصرية ولكن كانت بارزة طبعاً خلال المناسبات في الأيام القليلة الماضية وبالتأكيد كانت حضرة بالأمس هذه نقطة النقطة الأخرى في حديث السيد الرئيس بالأمس والتي كانت مهمة للغاية ما يتعلق بالإرادة المصرية والتي حققت النصر يبين 73 وتركيز السيد الرئيس على فكرة هذه الإرادة المصرية وهنا السيد الرئيس استحضر التجربة في حرب 73 وكيف كانت القدرات متفاوتة نوعا ما ولكن الإرادة القدرة المصرية وهنا الشخصية المصرية التي ارتكز فيها أيضا السيد الرئيس في حديثه على عبقرية الرئيس الراحل أنوري السادات حينما تحدث عن القيادة في هذا التوقيت ورؤيتها الاستشرافية وهنا بقى نتحدث عن عبقرية الشخصية المصرية سواء على سعيد المواطن أو على سعيد القيادة المواطن الذي ترسخت لديه الإرادة فعبر القناة حتى وهو مدرك إن قدراته العسكرية ربما لم تكن بنفس القدرات وأيضا القيادة التي وضعت حينها الخطط وأيضا وضعت الخطط المستقبلية التي ربما حتى لو كان البعض ساعتها أنصت لها لكن بعدنا عن الكثير من المشكلات في المنطقة بالعودة مرة أخرى لا خلينا استذكر السيد الرئيس عدد من مقلات الرئيس الراحل أنوري السادات واستشهد بحكمته وتحدث عنه في هذا الاحتفال المهيد أبرز ما تتذكره ووقعه الآن على مسامع المصريين وعلى مسامع المنطقة التي ربما يعني بتشهد حرب بتمتد من من المنطقة إلى أخرى عامل السادات يمكن الرئيس الراحل أنوري السادات خاض الحرب من أجل تحقيق السلام لم يقض حربا من أجل الحرب بل هو خاض الحرب من أجل استرداد الأرض والكرامة ومن ثم الانتقال بالمنجز العسكري إلى منجز سياسي هذا ما حققته الدولة المصرية وأيضا حينما حقق الرئيس الراحل أنوري السادات النصر ذهب به إلى المنطقة بشكل عام وأراد أن يبلور رؤية السلام كرؤية شرق أوسطية أو كرؤية عربية لتحفظ للمنطقة سلاما مستداما ولكن ربما الظروف في التوقيت حينها لم تكن أيضا متضحة للعيان أو القيادات في وقتها بالضبط وهناك ربما أعذار لهذا ولكن طبعا الرؤية المصرية كانت رؤية استباقية ورؤية استشرافية وقاد العرب نفسهم قالوا هذا الكلام بعد كده بالضبط ويمكن هنا هقف وقفة لأن هذه الرؤية في الحقيقة رؤية أيضا حاضرة الآن وده لي بيأكد أن هذه الرؤية رؤية راسخة في العقيدة المصرية وفي الشخصية المصرية يعني لما نجد مثلا قد السياسية المصرية سيد الرئيس عبد الفاتح السيزي منذ اليوم الأول لهذه الحرب ماذا قال؟ استشرف المستقبل استشرف ما نراه اليوم إن تساعد دائرة الصراع سوف يدخل هذا الإقليم في مخاطر كبيرة وفي فوضى كبيرة والقادة الفلسطينية في منعطف قطير وبالفعل الآن القادة الفلسطينية تدفع الثمن لبنانيا تدفع الثمن سوريا تدفع الثمن المنطقة بالكامل تدفع الثمن لماذا؟ لأن الصراع التسع وبتري أيضا أنت تحدثت هنا في الدولة المصرية بشكل استشرافي إذن هذه الرؤية الاستشرافية هي رؤية نتاق خبرات لدى الدولة المصرية والقيادات السياسية المصرية وهي بالمناسبة يعني طبعا الرئيس الراحل أنور السيدات كان عبقريا كما تحدث سيد الرئيس عبد الفاتح السيزي ولكن أيضا هذه العبقرية هي أيضا موجودة لدى الدولة المصرية طوال الوقت وبنراها الآن حتى في تحركات مصر الدبلوماسية التي تستند على هذه العبقرية يعني هذا النمط في إدارة الدولة المصرية منذ الرئيس الراحل أنور السيدات مازال حاضرا داخل العمل المصري وما دلنا متأثرين به وما دلنا نرتكز عليه سواء في النصر أو في السلام وبالتالي كان السيد الرئيس مبارح حريص على هذا الأمر أن يؤكد أن عبقرية الرئيس الراحل أنور السيدات حاضرة معنا الآن بل أننا نستشهد بها ونرتكز عليها ونؤسس عليها أيضا رؤيتنا الاستشرافية فيما يتعلق به الخطط التي يجب أن نعمل عليها لترسيخ السلام في المنطقة